أهلا بكم في محاضرة شديدة من كورس التصميم باستخدام برنامج أوري في هذه المحاضرة راح نتعلم كيفية تصميم شهادة شكر وتقدير احترافية ورسمية بنفس الوقت خليكم يا أنا أهلا بكم من جديد طبعا في البداية راح نغير اتجاه الورقة إلى أفقي والحجم راح نتأكد من عنده أن يكون A4 فنذهب إلى قائمة تخطيط ومن ثم على الحجم تأكد أنه A4 والاتجاه هو أفقي الآن راح نضيف الخلفية الخاصة بالشهادة وطبعا راح تكون مرفقة مع هذه المحاضرة بإمكانكم أن نتحملوها مجانا نذهب إلى إدراج ومن ثم صورة ومن ثم من هذا الجهاز طبعا هاي المرفقات راح تكون متاحة لكم للتحميل مجانا فنجي نختار هذه الصورة وطبعا التفاف النص نختار خلف النص أو طبعا نكليك أيمن التفاف النص خلف النص ستكون هذه الصورة على كبر الورقة الآن من قائمة إدراج صورة من هذا الجهاز ونضيف هذه الصورة طبعا مخطوضات شكر وتقدير أيضا من التفاف النص أمام النص طبعا راح نصغرها خليها بهذه المنطقة الآن من قائمة إدراج صورة هذا الجهاز نضيف هذه الزخرفة أيضا طبعا من التفاف النص راح تكون أمام النص طبعا تنطي بعض اللمسات الجميلة بهذا الشكل طبعا ممكن حتى نصغرها أكثر أيضا طبعا نحافظ على توسيط الجملة الآن راح نضيف النص من خلال إدراج مربع نص ومن ثم راسب مربع نص هذه المنطقة راح نضيف النص جاي طبعا هذا هو النص راح نكبر حجم النص ونختار فونت وليكون هذا الفونت طبعا راح يكون توسيط بهذا الشكل الآن عندنا المخطط التفصيل الإطار والتعبئة لها الشكل لابد أن نتخلص من عندهم من تنسيق الشكل طبعا لابد أن نحدد مربع النص ومن تنسيق الشكل تعبئة ذا الشكل راح يكون بلا تعبئة والإطار راح يكون بدون إطار ممكن طبعا الاسم يكبر شوية وممكن نختار لون أحمر أو أزرق أو أي لون نشوفه مناسب هذا الشكل ممكن طبعا نقلل من الحجم يعني مثلا هنا ممكن 26 يصير 24 أو 22 ممتاز الآن بهذه المنطقة راح يكون التاريخ وبهذه المنطقة راح يكون التوقيع فنجي إلى مربع نص رسم مربع نص الآن راح نجي إلى إدراج التاريخ والوقت نختار مثلا هذا التاريخ ثم الموافق طبعا ممكن أن يكون بولت نحدده ويكون بولت ولا بأس أنه نختار لفونت معين واللي يكون هذا الفونت وطبعا من تنسير في الشكل إطار راح يكون بدون إطار تعبئة راح يكون بدون تعبئة بهذه الطريقة طبعا ممكن أنه نكتب الاسم بهذه المنطقة مثلا محمد علي باسم وطبعا يكون التوقيع بهذه المنطقة مثل ما نلاحظ أصبحت عدنا شهادة احترافية ورسمية بنفس الوقت ترجمة نانسي قنقر